ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج قلصور و ايه القرارات اللي انت محتاج ان انت تكون محطوطة قدامك او القرارات اللي لازم تعملها او تكون في النوتة بتاعتك في عام 2021 موضوع مهم جدا على فكرة و نتيجة ان انا يمكن برد على اسئلة الناس سواء على الفيسبوك او على الانستجرام فبلاقي ان احنا لا محتاجين ان احنا نعمل اعادة ترتيب لحياتنا بشكل قوي فعلا محتاجينها من اول الحاجات اللي احنا محتاجينها وهي الابتعادة عن التأثيرات الخارجية اللي هي انك تبتعد عن تأثير ده عال ده عال دي بتبصلي كذا لا ده هم حطين في بالهم الموقف اللي انا مريت به وحش فبالتالي نظرتهم ليا معناها كذا فكرة ان انت ممكن تكون مريت بموقف سلبي او شيء مش حلو كانفصال كبعد مش عارف ايه كمشكلة ايا كانت ايه هي حاول على قد ما تقدر انك تطنش نظرات الاخرين او ان انت متبقاش حطت في بالك ان هم بصنك عشان الموقف ده او ان هم بيعزوك بالموقف ده ايا كان ليه لانك انت بيدخل فيها مرحلة الوهم اعذروني ده بالنسبة لناس المنفصلين او بالنسبة ليه الناس اللي ممكن يكون كان عندهم خسارة ايا كانت ايه هي فالفكرة كلها انك انت متبصش لنظرة الاخرين بالطريقة دي لانك حساس زيادة في بعض المواقف اللي ممكن تكون حاسس انها حاجات جات على قرمتك فانت حساس ضدها جدا فبتحس ان الكل بيبصلك ليها ضد ايا كان اه انت اشخاص كتير بيبصلك بحسب حقد لكن مش كنظام يعني معايرات هو في بعض الشمات على فكرة اه بس لازم نكون مش حاطين ده في بالنا لازم نبعد عن التأثير ده كمان التأثيرات الخارجية اللي لها علاقة بالتدخلات في حياتنا قال عاد جابلك ما جابلكيش لا ده غلط اللي بيعمله لا ده بيخونك لا ده هيقدر بيك لا ده بتعمل كذا لا ده كذا فكرة ان اي حد يتدخل في شؤونك العاطفية او شؤونك المعنية او تفكيرك او قراراتك افكارك اعمل ما تعملش كل ده لازم تبعد عنه لانك او ترفض التأثيرات الخارجية بس بتأثر فيك وهنا المشكلة ده اللي انا بتكلم عليه التأثير نفسه فكرة التأثير نفسها اللي بتسيب عليك علامة هنا دي مشكلة كبيرة جدا لازم انك تكون بتواجهها وضدها زي ما انت ضد انك تنفذ كلامهم لا ضد التأثير كمان طب الحاجة المهمة جدا جدا برضو اللي محتاجينها وقرار لازم يكون في بالنا لازم نعمله وهو ان احنا ما نبصش للإطار المادية لا خليك انك تبص دايما انك تكون مركز يعني بالضبط ايه هقولها للناس اللي بتدرس لو انت عايز تدرس حاجة عشان انت عارف ان ده انا هكسب منها حاجات كتير وفلوس ومش عارف ايه لا فكر دايما في المركز اللي انت هتحصل عليه في القيمة نفسها القيمة هي اللي هتجيب لك حاجات كتير جدا المهم يعني فبرج الصور عندك من الحاجات اللي برضو لازم تكون واخد بالك منها مش المركز القوي فقط لا نظرة الآخرين على المركز اللي انت فيه يعني دايما تدور على الحاجات اللي هي هتعلي منك يعني مستقبليا لما انت تكون في مركز قوي وانك تكون مهتم قوي بيه ان انا عايزة بقى فخور بنفسي والكل يهبني والكل مش عارفين النقطة دي مش معناها ان انت تكون مغرور لا معناها ان دي بتفرش لنفسك بعد كده ليه بقول دا لان برج الصور انت عندك في الفترة بتاعت عشرين واحد وعشرين كلها انك عايز تكون عندك يعني وضع مادي ايه والحاجات اللي زي كده لان انت عندك حاجات عايز تشتريها وعندك حاجات عايز تعملها وعايز انك تنتصر على ايه و ايه و ايه فمش كلها بالامور المادية هل كل برج الصور عندهم الموضوع ده لا هو نسبة حاجة وتمانين في المية بس دي النسبة الاقوى طيب عامة برج الصور كمان في حاجة تانية مهمة وقت البدايات المهنية يعني عايز تبتدي مشروع عايز تبتدي فكرة عايز تبتدي اي ان كان ففكرة انك عايز تعمل حاجة تبتدي مشروع خاص بيك تعمل اسم منتج اي ان كان عندك نجاح قوي فعشان كده قلتلكم ابدأوا بالمركز ابدأوا بالقيمة لما تعمل لنفسك حاجة انت هتعرف تجيب من وراها فلوس الدنيا يعني هتعرف تكسب يعني ابدونا حبة بس يا برج اه طبعا ما شاء الله على برج الصور لو انت استغلت دماغك وشغلت عقليتك جدا بانك تبتدي مشروع معني او اي ان كان حتى لو بالقليل قوي هيكون عندك مكسب قوي سنة فيها ادخار فيها استثمار فيها 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 فلوس يعني بس ابدأ بالقيمة ابدأ بالشيء الصح ابدأ خطوات صحيحة كمان حاجة تانية برج الصور خلي بالك من الاستعجال في بعض المواقف او القرارات انت برج الصور بطبيعتك انك هازف مواقفك او قراراتك لكن عندك الفترة دي تصرع تصرع نتيجة ايه انك عايز تثبت نفسك امام الاخرين وانك انت بتحارب بعض الامور وانك عايز مش عارف ايه ففك الفكرة كلها مش هتكون لطيفة لا التقني التقني والصبر وانك تستشير هنا وتشوف ده ايه والابعاد هنا ايه وتبقى بتمر بالتفاصيل اللي هي طبيعتك نفسها لازم دي انت تكون مهتمة بالنقاد دي عشان ما تقعش عشان ما تمشيش شط وبعد كده بعد كده تقوم وقع وترجع تعيد من تاني فده بيزود الناس اللي بتشمت فيك بصراحة طيب في حاجة برضو مهمة جدا جدا وهي الحب اللي بجد لما تلاقي الحد اللي بيحبك بجد ما تسيبهوش لما تلاقي الشخص لما فيه حد عايز يسندك ويقف معاك وعايز يحميك جدا ما تسيبهوش لو انت متعلق بشخص والشخص ده وفيه شخص تاني لو انت يعني انت بتحب حد وحد تاني بيحبك وبيدعمك بشكل قوي لا خليك مع اللي بيحبك وبيدعمك من الاخر كده خد اللي بيحبك ومتاخدش اللي انت بتحبه ليه لان اللي هو بيحبك هيكبرك انك تحبه اما الشخص اللي انت بتحبه بس من طرفك انت ممكن يعزبك ويخليك ان انت تيجي على نفسك اكتر في امور كتيرة فدايما انقرب للشخص اللي بيحبك حتى كمان على مستوى الصداقة الشخص اللي بيدعمك او بيسندك او او خليك انك تكون قريب ليه اما لو واحد مثلا بيشوف نفسه علي انت تكون اصلا عارفني او اعرفك فدي نقطة مهمة جدا فيه برضو حاجة مهمة اوي والحب الحقيقيه حب الشخص لذاته وخليه حبك لذاتك لما تلاقوا الحب حافظه عليه حبه اكتر قرب منه اكتر استمتع بالحياة والحب معاه ده يخليك ان انت نفسيتك تتضبط بشكل قوي يخليك انك تفكر بالمستقبل او مهبورج السر الحب بيكون بالنسبة له حالة امان واطمئنان بيخليه انه هو ينتج اكتر فيه في عمله وفي شغله في اين كان طيب الحاجة اللي انا عايز اتكلم عليها ومهمة يعني بشكل فوق ما تتخيله وهي الوضع الاجتماعي ان احنا لازم نكون اجتماعيين لازم ان احنا نكون منفتحين على المجتمع اكتر يعني ايه يعني اه اه اتنطت على السوشال ميديا ولا ايه لا انك تكون لك اصحاب كتير دور على تبسع دائرة المعارف عندك يعني اعرف ناس من هنا ومن هنا ومن هنا وخليك ان خلي الناس تحبك وروح وتعالى واخرج وتفسح طب ليه الكلام ده لان يا برج السور انت عندك الامور الاجتماعية مش ولا بد يعني اه حوالك ناس ومعارف وي وي بس انت عندك الاشخاص الاكثر هم بصين لك نظرة مش لطيفة فيه سوق ظنة فيه بعض الاشخاص اللي بتكرهك فيه اشخاص هم متتبعين حياتك جدا طب انا لما اكون عندي وضع اجتماعي منفتح طب ما انا حياتي هتبقى متتبعة اكتر لا انت هتكون عندك الوضع الاجتماعي منك اصحاب كتير وبتوسع دائرة معارفك لكن عندك حدود على شخصيتك وعلى حياتك ليه توسع دائرة معارفك لان عندك مصالح جايالك من الوضع الاجتماعي لانك عندك تصليح امور لسوق الزنة او بتصحح مفاهيم مفاهيم خاطئة خاصة لو انت شخص مشهور او معروف فيكون عندك تصحيح للمفاهيم الخاطئة اللي بتتقال حواليك او الكلام اللي ممكن بيتداول عليك بطريقة سلبية فدي نقطة مهمة جدا يعني من الاخر خلي الشخص يرد غبتك وده يرد غبتك فدي هتكون نقطة مهمة جدا يا برج السور برج السور كمان من الحاجات المهمة اللي لازم تكون واخد بالك منها وانقررها بشكل قوي وهي انك تكون بتنسى الشخص اللي هو بيجي عليك حد ظلمك وحد قسي عليك وحد مش عارف ايه طب ما يلا مع السلامة ودي نقطة مهمة جدا طيب برضو في حاجة تانية يا برج السور يعني مهمة برضو جدا وهي ان انت الغيرة او الشك اللي موجود عندك لازم ان انت تقلل موضوع الغيرة ده شوية مش هنفضل ان احنا غيرانين او ان احنا بنسير الشك والكلام ده كله لا لازم نكون بنتعامل بهدوء مع الحبيب او الشريك حتى كمان الناس المنفصلة يعني ما ينفعش ان انت تكون غيران من الشخص اللي انفصل عنك او سابق او غيران على مواقف هو بيتخذها او قرارات بيتخذها ما ينفعش ان انت تكون واضح بتوضح غيرتك ما ينفعش انك توضح غيرتك لان ده بيظهر نقطة ضعفة وبيسير سوق الظن عليك وبيسير مشاكل كتير عليك لا اما الاعمل انك تكون قاوي انك تكون بعيد كل البعد عن الغيرة انك تكون بتوري الشخص اللي قدامك انا واصل فيك لو هو قريب منك ولو بعيد عنك انت ما تلزمنيش اساسا فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم تكون واخد بالك منها اللي بتعد عن الغيرة او الشك فدي تخلي بالك كمان فكرة الاهتمام بنفسك والاهتمام بان الحزن ما يبانش في عينك ايا كان انت عندك افراح جديدة وعندك طاقة وعندك ارادة وسنة فعلا بتفتح لك ابوابها استغلها خلي عندك قرار مهم الحزن هكون بعيد عنه انا هشوف مستقبلي جدا انا هنجح قوي انا عندي ارادة قوية انا هقدر اعمل حاجات كتير جدا جدا انا هكون اقوى مما تتخيلوا انا هكون ناجح بمركزي وبقوتي وهكون فخور بنفسي والكل يفتخر بيا هزود دائرة المعارف عندي وهيكون عندي اصحاب كتير وسند كتير جدا جدا الناس السلبية هبعد عنهم مش هيبقى ليهم مكان في حياتي لا انا بكرة تشوفوا اسمي هيكون حاجة كبيرة قوي هاهتم بنفسي اكتر واكتر واكتر كل ده قوله لنفسك قول لنفسك كلام ده كل شوية فكر نفسك بالقرارات دي كل شوية برجل سورة انا بشكركم جدا بتمنى لكم سنة سعيدة على قلبكم وبتمنى ان انتوا تكونوا واخدين بالكم من النقاط اللي احنا تكلمنا فيها وتكون حقيقي قرارات مهمة تكونوا معتمدين كده عليها بشكل قوي بحبكم كتير ما تنسوش اللايك وشيل اشراك في قناة وتفعيل الجرس سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة